قدمت الأكاديمية الوطنية للتدريب حلقة عن بناء الإنسان المصري ومسيرة التنمية البشرية في مصر وتعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية ناقشت دور القيادة السياسية لتأهيل وتمكين الشباب منذ عام 2015 بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإطلاق عام 2016 عاما للشباب بجانب عقد العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب هذا وناقشت الحلقة أيضا شعار الأكاديمية وهي المشروع القومي لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات ومدى أهمية الوعي الشعبي في نجاح ثورة الثلاثين من يونيو وهو ما ظهر في تضحية الجيش المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر